مهندس خالد مرتاجي كمان هو رئيس البيعصة وعضو مجلس الإدارة ووصل أيضا لمطار القاهرة الدولي هو كان أمين صندوق النادي الآلي وعضو مجلس الإدارة وعلى فكرة المهندس خالد مرتاجي كان أين بدور مهم جدا كمنصق للملف ده مع الاتحاد الدولي لقرة القدم من بداية الشغل العاملي أول ما تحدد النادي الآلي بطل الإفراقية من بداية اللعبكة من بداية اللعبكة واجتماعات ورش عمل مع الاتحاد الدولي وفعارف كل صغيرة وكبيرة مع الاتحاد الدولي في هذا الملف يا صدوصي آه لا طبعا مرتجي وزير خارجتنا ديالي وبقى وزير مالية كمان ضمج وزيرتين في بعض درائطين فطبعا الأهلي بازها لجهود كبيرة جدا لكن في حدود ما الأهلي ليس بيدي شيء فعله يعني ديالي بيحاولي أدب له معروض لحلول النادي أهلي يعني تصل مع اتحاد الكورة تصل مع اتحاد الأفريقي وحطلهم كل الصورة وشرحهم كل ظروب وشرحهم كل ملابسات لكن في نهاية ما بليد حيلة يعني وقع المحزور ووصل النادي أهلي إلى أبو ظبي وهو ينقصه مالي قلعا 11 لعب من اللعابة الأساسية اللي موجودة عنده بسبب تضرب الموعيد كان ممكن انت طبيعي جدا كلنا بنقول ان منتخب مصر دايما بيشارك في أي بطولة بيبقى مرشح مش ان يوصل لأدوار النهاية ان ياخد البطول صحيح في كل بطول عمر مصر كده انت دي المرة الستة عشر اللي بتوصل فيها للسيمي فينال على عمر 33 بطولة فده طبيعي جدا انك توصل انت منتخب مصر اللي عندك الرقم القياسي للفوس بالبطولات فلك اسمك ولك تاريخك ولك قيمتك فحتوصل بفضل الله حتوصل والحمد لله بفضل من ربنا شهر تعالى وصلنا إلى هذه المبارات وهنلعب بالسبع مبارات بتاعنا كاملين كان لازم الفيفا يعمل حساب ده والتحاد الأفريقي يعمل حساب ده انت مش بلد قليلة متوقع انك تخلق من الأدوار الأولى فما فيش مشكلة والأمرات حل دع المشكلة تحل بعضها وبعضها لا طبعا يعني فهم طبعا تعاملوا بتساهل مع الموضوع وتعاملوا بعدم اهتمام سواء الاتحاد الأفريقي الذي لم يرعي مصلحة أهلي أو الفيفا الذي لم يرعي مصلحة القرى الأفريقية بالكامل